في أعقاب الشماع مع الحزبين الشركين في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أعلن نائب المستشارة الألمانية سيغمار جابريال أن ألمانيا ستدرج المغرب والجزائر وتونس على لائحة الدول الآمنة لتشدد بذلك شروط الحصول على اللجوء لمواطن هذه البلدان وكانت ألمانيا قامت بالإجراءات ذاتها مع مهاجرين يتحضرون من دول البلقان سابقا وقالت المستشارة الألمانية سندرس الحالات واحدة بواحدة مع الدول التي يتحضر منها المهاجرون حتى نحقق تقدما بخصوص هذه المسألة نريد أولئك الذين يعتزمون البقاء ويندمجوا ونقول لأولئك الذين لا يعتزمون البقاء أن يذهبوا في هذا السياق أصدر المكتب الفيدرالي الألماني للهجرة أولى بطاقات الهوية للاجئين قائلا إن الأمن العام سيتحسن عندما يكون من الصعب على الشخص أن يسافر عبر البلاد منتحلا هويات مختلفة في المقابل اختار حوالي 50 لاجئا عراقيا طوعيا مغادرة ألمانيا واستخلوا طائرة من مطار برلين باتجاه العراق جراء شعورهم بحالة من الإحباط الناجيمية عن طول الانتظار الخاص بطلب اللجوء